بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابناءنا الطلاب والطالبات أهلا ومرحبا بكم ضمن سلسلة دروس الرياضيات الصف الرابع الفصل الدراسي الأول درس اليوم سيكون مقدمة لدرس قادم وهو استكشاف تمثيل العبارات إذن سيكون درسنا هو استكشاف تمثيل العبارات العددية فكرة درسنا سأمثل عبارات الجمع والطرح إذن تمثيل عبارات الجمع والطرح باستعمال الرسوم والكلمات وكذلك العدد عندي مفردة العبارة ما هي العبارة؟ العبارة هي كمية رياضية إذن باختصار هي كمية رياضية تتضمن أعدادا وعمليات إذن كمية رياضية تحتوي على أعداد وعمليات مثلاً لو عندنا الآن حسب التعريف هذه عبارة كمية رياضية بأعداد وعمليات عمليات جم كذلك هذه عبارة أعداد وعمليات طرح أيضاً هنا أعداد وعمليات ضرب أيضاً أعداد وعمليات قسمة إذن هذا الشكل العبارة باختصار طيب لاحظ أعداد وعمليات إذن بالإمكان أن يكون عندنا أكثر من عملية إذن لو كان عندنا أكثر من عملية أيضاً أيضاً يكون عبارة مجموعة أعداد وعمليات عمليات تعالوا نشوف الآن كيف راح نمثل عبارات الجمع السؤال يقول دعا خالد ثلاثة من أصدقائه إلى منزله خالد دعا ثلاثة من أصدقائه المطلوب مثل هذه العبارة باستعمال الرسوم والكلمات والأعداد إذن هذه العبارة اللفظية راح أحولها أستعمل الرسوم أستعمل الكلمات والأعداد تعالوا نشوف كيف نستخدم العبارة العددية خالد وثلاثة من أصدقائه راح أمثلها بقطع العد أمثل خالد أنا خالد والرسم دائما ساعدني إذن لو مثلنا خالد بقطعة عد خالد وثلاثة من أصدقائه و ما هي العملية مع حرف الو هي عملية الجمع إذن من خالد دعا خالد ثلاثة من أصدقائه إذن لاحظ هنا ثلاثة من أصدقائه أو ثلاثة و أصدقائه تعتبر ثلاثة عملية جمع خالد وثلاثة من أصدقائه طيب هذا باستعمال الرسم لو استعملنا الكلمات لاحظ الكلمات تكون واحد زائد ثلاثة واحد يمثل خالد زائد حسب العملية اللي عندنا ثلاثة دعا خالد ثلاثة من أصدقائه نشوف الآن اللي عندي وهو استعمال أعداد لاحظ خالد وثلاثة من أصدقائه إذن رح تكون عملية ماذا؟ واحد زائد ثلاثة إذن لاحظ كيف حولنا هذه العبارة اللفظية إلى عبارة عددية وهذا المهم في درسنا اليوم إذن سألت رح نتدرب على كيف أحول هذه العبارات اللفظية إلى عبارات عددية تعالوا نشوف الآن سؤال آخر هنا رح نمثل عبارات الطرح ولاحظ كيف نمثل عبارات الطرح في الثلاجة سبع علب حليب هذه واضحة سبع شربت غادة واحدة منها من هذه السبعة المطلوب مثل هذه العبارة باستعمال الرسوم والكلمات والأعداد باستعمال الرسوم رح نمثل بقطع العد سبعة هذه سبعة تمثل عدد علب الحليب بالثلاجة شربت منها ما معنى شربت منها؟ أي من هذه السبع راح نأخذ واحدة لو عندك بالثلاجة سبع علب حليب أخذت واحدة إذن ما معنى أخذت واحدة؟ سأضع علامة X على واحدة من هذه السبع وكأن طرحنا واحدة أو نقصنا واحدة طيب الآن باستعمال الكلمات سبعة ناقص واحد ولاحظنا استعملنا الكلمات في هذا المثال إذن حسب المثال عندنا استعملنا الكلمات تبقى لدينا الآن استعمال الاعداد الاعداد سبعة ناقص واحد لاحظ كيف حولنا هذه العبارة اللفظية إلى عبارة عددية سبعة من شربت منها استنتجنا العملية اللي عندنا رح تكون عملية الطرح شربت منها من هذه السبعة وهذه جدا مهمة إذن حولنا هذه العبارة وهذا شكل العبارة عبارة عن أعداد وعملية تعالي نشوف السؤال ما يقول في النشاط الثنين لماذا وضعت إشارة X على إحدى قطع العد نعرض سؤال الثنين كان عندنا سبعة علب حليب وضعنا علامة X على واحدة لماذا لأن شربت منها أخذت منها إذن من هذه السبع راح نقص واحد أو نطرح واحد من هذه السبعة طيب ما السؤال الآن ما العملية التي تمثل الكلمتين كسب أو اشترى مزيدا من كسب اشترى مزيدا من هل العملية جمع أو طرح هل مع مفردة كسب اشترى مزيدا من أحسنتم هنا راح تكون عملية طبعا عملية الجمع السؤال الثاني ما العملية التي تمثل الكلمتين خسرة فقد من خلال المفردة أستطيع أن أستنتج العملية إذن واضح العملية اللي عندنا جمعون لطرح احسنتم هي عملية الطرح تعالوا نشوف الآن بعض الأمثلة على نفس فكرتنا العبارات وراح استخدم فيها الرسوم والكلمات والعدد مثل العبارات التالية باستعمال الرسوم والكلمات والعدد كان عندما 12 لعبة فأهدت أختها خمسا منها أهدت منها من ماذا أهدت من هذه الثنعاش أهدتها من هذه الثنعاش إذن من هذه الثنعاش راح نمثل ماذا بالرسوم والكلمات والإعداد بالرسوم مثلنا 12 واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة وستة تحت صار وثنعاش منها أهدت منها ماذا أفعل راح أخذ من هذه الثنعاش خمسة إذن راح أضع علامة X على خمسة من هذه الثنعاش منها ماذا أخذنا إذن هي عملية طرح طرحنا منها أخذنا منها نقصنا منها بالكلمات 12 العدد الكل ناقص خمسة اللي أهدتها أو أعطتها بالأعداد ها بالأعداد كان عندما ها 12 أهدت أختها خمسة مباشرة عملية 12 ناقص خمسة وهذه إشارة الناقص نشوف الآن أيضا سؤال آخر سجل فريق كرة قدم هدفا في الشوط الأول ثم سجل أربعة أهداف أخرى في الشوط الثاني المطلوب مثل هذه العبارة اللفظية باستخدام الرسم والكلمات والعداد باستخدام الرسم هدف في الشوط الأول أربعة في الشوط الثاني كيف أمثلها فقط يريد تمثيل هذه العبارة راح أمثل الهدف بقطعة تمثل الهدف أربعة راح أمثلها بلون آخر أربعة خلاص يعني الآن الشوط الأول زائد الشوط الثاني واحد زائد أربعة العبارة هنا معناها معناها مجموع الأهدف واحد زائد أربعة بالأعداد لو من خلال الآن العبارة اللي عندي نقول العبارة اللفظية يتضح واحد زائد أربعة وهذا المهم اللي عندي تحويل العبارة اللفظية إلى عبارة عددية سؤال آخر لدى محمد ست قصص ثم اشترى ثماني قصص أخرى تريدين تحلون؟ نعطيكم توقيت نبدأ استعمل الرسم والكلمات والإعداد نضع الموقت طيب يلا نشوف يا شباب لاحظ السؤال لدى محمد ست قصص ثم اشترى ثمانية اشترى ست واشترى ماذا تعني هنا؟ راح أضع ست قصص وأضيف إليها ثمانية كأن نطلب من العبارة المجموعة الكلية للقصص إذن أمثل الستة بقطع صفراء أمثل الثمانية بقطع حمراء بالكلمات ستة زائد ثمانية بالأعداد ستة عملية الزائد ثمانية تقرأ زائد مرة أخرى سؤال آخر نعطيكم أيضا مجال الحل نقرأ المسألة عد المطعم عشر شطائر ثم أكل الزبائن ست شطائر منها لاحظ المسألة أضع الموقت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكل منها من ماذا؟ أحسنتم من العشرة إذن أكل من هذه العشرة ستة شطائر كيف أمثل هذه العبارة؟ كيف أرسمها؟ أرسم ستة عشرة أرسم عشرة ومن هذه العشرة راح ماذا؟ نأخذ منها ستة كيف أأخذ منها؟ هل أشطب عليها بمساحة؟ أحسنتم مجرد أن أضع عليها علامة X تعني أن هذه العشرة أخذنا منها أو نقصنا منها لا ترسم شطائر أرسم فقط قطعات تعبر عن هذه المسألة إذن لو وضعنا الآن عدد عشر شطائر وضعنا إشارة X على ستة من هذه العشرة يصبح التعبير الآن عشرة العدد الكلي نقصنا منها ستة عشرة ناقص ستة هذا باستخدام الكلمات أما باستخدام الأعداد عشرة ناقص ستة وتخيل من هنا الآن العبارة عد مطعم عشر شطائر ثم أكل الزبائن ستة شطائر منها لا يحد حولناها إلى عبارة عددية عشرة ناقص ستة نشف السؤالان اكتشف المختلف أي مما يأتي ليست عبارة عددية ليست عبارة عددية أعطاني الآن مجموعة من الكميات الرياضية أي منها ليست عبارة عددية نضع الموقت يلا نضع الموقت عفوا طيب لو أعطناكم الآن وقت حتى تنظرون لهذه المسألة بدون الموقت يلا هل بإمكانكم معرفة أي منها مختلف لحظة واحد واربعين زائد ستة وستين سبع طعش زائد ثلاثة ثمانية وعشرين ناقص تسعة يساوي تسعة طعش ثونعش زائد اثنين زائد ستة تتذكرون تعريف العبارة ما هو التعريف مرة علينا العبارة عن ماذا أعداد وعمليات طيب يلا هل بالإمكانك كشف المختلف طيب هنا لاحظ عندي لدينا ماذا أعداد وعملية هذه عبارة أعداد وعملية أيضا هذه عبارة طيب تبقى لدينا هنا وهنا هل هذه عبارة لاحظ عندي اثنعاش زائد اثنين زائد ستة هل هذه عبارة العبارة تكون باختصار تعريفها أعداد وعمليات أعداد وعمليات ليس بيعني شرط تكون عملية واحدة أكثر من عملية نعم بالإمكان إذن لو لاحظنا هنا لدينا أعداد وعمليات إذن هذه تكون عبارة بها أعداد وعمليات كذلك هنا عبارة عبارة أيضا وهنا أيضا عبارة عددية جميعها حسب التعريف عبارة عن أعداد وعمليات طب وين المختلف؟ المختلف هنا لماذا؟ لأنه يحوي إشارة اليساوي حسب التعريف أعداد وعمليات إذن راح يكون عندنا المختلف هو هنا لأنه يحوي إشارة اليساوي إذن المختلف هو طبعا 28 ناقص 9 ويساوي 19 لأنه لأنه طبعا يحوي إشارة يساوي وطبعا مثل ما قلنا تعريف العبارة أعداد وعمليات تعريف واضح جدا كل ما شفت أعداد وعمليات نسمي هذه عبارة طبعا ما الفائدة من العبارة؟ الفائدة من العبارة أني أحول العبارة اللفظية إلى عبارة عددية تحويل العبارة اللفظية لو رجعنا شوية للسؤال لاحظ أعد المطعم عاشر شطائر أكل الزبائن ستة شطائر منها إذن هذه عبارة هذه عبارة اللفظية كيف أحول هذه العبارة اللفظية إلى عبارة عددية راح حسب ما يكون عندي أعداد وعمليات ما هي العملية؟ لاحظ أخذنا العملية من خلال فهم المسألة أكل ستة شطائر منها إذن مثل ما قلنا تذكر أن العبارة تتضمن أعداد وعمليات أي عملية سواء كان عملية جمع أو طرح أو ضر أو قسمة تذكر أن العبارة شكل العبارة عداد وعمليات أعداد وعمليات أعداد وعمليات أعداد طبعاً نحطين إلى 12 أعداد وعمليات إذا عندي بهذا الشكل أعداد وعمليات بالإمكان أيضاً يكون عندي أكثر من عملية وأكثر من عدد هذا شكل العبارة باختصار العبارة العددية هنا لدينا أيضاً تذكر أن الجمع عملية إبدالية ألا لدينا بعض المفردات أو في المسألة الآن العبارة اللفظية بالإمكان أن أبدأ بأي العددين طيب الطرح هل أستطيع؟ بالجمع لو أعطاني مثلاً في الجمع 20 زائد 4 مباشرة بإمكاني لو بدنا 4 زائد 20 يكون ناتج نفس الناتج لا يتغير الناتج طيب الطرح هل يصب عندي نفس الناتج؟ لو قلنا مثلاً 5 ناقص 4 أو 4 ناقص 5 هل يعطي نفس الناتج؟ لا يعطي نفس الناتج؟ وهذه مهمة جداً في العبارة لابد أن أكتب العبارة على حسب المفردات اللي عندي على حسب فهمك للمسألة لحظة الآن عندنا 35 ناقص 10 هذه طبعاً عبارة في عملية الطرح وهذا طبعاً المطروح منها اللي بطرح منها إذن عندي 35 أطرح منها هذا اللي راح نطرح منه لو هنا مثلاً بدلت لا يعطي نفس الناتج لذلك افهم نسألة جيداً 35 ناقص 10 تعتبر 10 هو المطروح هو اللي بنقص من من؟ أبنقص من 35 لاحظ اطرح 10 من 35 منها إذن يعتبر العدد المطروح منه هو 35 راح أخذ منه أنقص منه 10 كذلك لدينا بعض المفردات التي تدل على عملية الطرح فقد خسر طار منها أكل منها أعطى منها ثلاثة من خمسة لاحظ أن في المسائل ما يكون عندنا العملية مباشرة من خلال فهم المسألة أستطيع معرفة العملية هذه بعض هذه بعض الدلائل على العمليات إذا وجدت أحد هذه المفردات في المسألة اعرف تماما أن العملية هي عملية الطرح فقد خسر طار منها أكل منها أعطى منها وهكذا أنتهى درسنا إذن راح نتعلم بإذن الله كيف أحول العبارة اللفظية إلى عبارة عددية عبارة عن عمليات وأعداد في الدرس القادم بإذن الله راح نمثل العبارات والجمع العددية والفكرة الرئيسية كيف أحول هذه المسألة إلى أعداد شكرا لكم شكرا لإهتمامكم ومتابعتكم كان معكم عبدالله الكثيري من لغة الإشارة الأستاذة شريف الشريف دمتم سالمين في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته